انخفاض بسيط على درجات الحرارة يوم الغد وتقس مائل الدفع في معظم مناطق المملكة بمشيئة الله وعودة الأمطار للمملكة يوم الثلاثاء وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقس العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تنخف الدرجات الحرارة بشكل بسيط يوم الغد الاثنين لتكون أيضا أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام ما يقارب أربعة إلى ست درجات مئوية لتبقى الأجواء اللطيفة في معظم مناطق المملكة وقد تكون دافئة في مناطق البحر الميت والعقبة أما فيما يخص يوم الثلاثاء فتتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي تبدأ مع ساعات صباح يوم الثلاثاء بمشيئة الله وتستمر حتى ساعات الصباح من يوم الأربعاء وفي تفاصيل هذه الأحوال الجوية وكما نشاهد من خرائط الهطولات المطرية من المتوقع بمشيئة الله أن تهضر الأمطار على معظم مناطق المملكة شدة هذه الأمطار وغزارتها تتركز في المناطق الجنوبية بمشيئة الله متوقع أيضا أن يكون هناك عواصف رعدية وأيضا زخات من المبرد بمشيئة الله هذا ما يؤدي إلى تشكل السيول المفاجئة لذلك نود التنبيه من ارتفاع منسوب المياه وأيضا تشكل السيول في المنحضرات ومجاري الأودية والشعاب بمشيئة الله أما في هذه الليلة وفي العاصمة عمان درجات الحرارة تكون 12 درجة مئوية غيوم متفرقة سرعة الرياح تصل إلى 10 كم في الساعة وكما نشاهد في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان اليوم يوم الغد تكون درجة الحرارة نهارا 20 درجة مئوية إلى 10 درجات ليلا هناك انخفاض على درجات الحرارة الخفاض ملموس تصل إلى 14 درجة مئوية في ساعات النهار يوم الثلاثاء أيضا مع فرص لزخات أمطار رعدية ليلا تصل إلى 6 درجات مئوية نهارا تكون 14 درجة مئوية كما نشاهد انخفاض آخر على درجات الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية مع أيضاً وجود لفرص من زخات من الأمطار خلال ساعات الصباح الباكر تحديداً في العاصمة عمان وأيضاً ليلة تصل إلى 6 درجات مئوية أما فيما يخص باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة في يوم الآن إربد 24 إلى 14 في المفرق 23 إلى 11 جرش 23 إلى 14 حجلون 22 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء في العاصمة عمان 20 إلى 10 رياح نشطة في الزرقاء قد تكون مثيرة للأتربة 23 إلى 12 بلقة 22 إلى 10 مادبة 20 إلى 13 في البحر الميت 29 إلى 19 درجة مئوية في ساعات المساء في الكراك 22 إلى 13 في الطفيلة 20 إلى 11 درجة في معان أيضاً رياح مثيرة للأتربة من 22 إلى 11 جبال الشراحة 18 إلى 9 درجات في العقبة أجواء مشمسة 28 إلى 17 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرات في الويشد والصفاوي والأزرق رياح مثيرة للأتربة 26 إلى 14 ويشد 25 إلى 12 في الصفاوي وأخيراً في الأزرق 26 إلى 12 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقرات العقارية ترجمة نانسي قنقرات العقارية